على عافية شاومي اليوم من وراء التجار التجار اللي انتو عارفين هم هدولا المسعير او نقول عنهم الجاعنين اللي بيعملوا اجهزة وبيعملون قصص وقاعدين نلتق من وراهم من حل مشاكل اتقوا الله اتقوا الله ويحكوا صحيح ووضحوا للعالم ايش المواضيع اللي جوا مش تضحقوا عن الناس وما فيش سلام عليكم كمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم اخوكم ايهاب الصرفاندي من قناة ايهاب كيفي كيف حالكم ان شاء الله بخير ان شاء الله مبسوطين وانا الان بعد منتصف الليل والساعة قدش الان يعني حوالي الساعة تنتين ونص وانا الان قاعد بحل في مشكلة علشان انتو تشوف المشكلة هادي والحال تبحها وهذه المشكلة بتقدر تقول مشكلة عالمية يعني كيف عالمية اذا مش موجودة في كل العالم موجودة في اجزاء كبيرة من العالم فلسطين مصر جزائر كل منطقة هادي المشكلة موجودة في موبايلات سواء شاومي ريبني بوكو كل الموبايلات كونوا معنا الآن وهنشوف كل التفاصيل هادي وهنشوف كل حاجة عندنا اليوم الليما انت تروح تشتري جهاز بتروح تشتري جهاز من محل او معرض بتروح في ناس كتير كتير انا لحظت عندما بيجي يشتروا من عندي او من عند غير عملت يعني عملت مسح هيكة او يعني احصائية صغيرة او احصائية صغيرة هذه الاحصائية الصغيرة اللي عملتها لقيت انه في ناس ما كتير كتير نسبة كبيرة اكتر من نص هذه المشكلة يا حج يا كبير يا غالي. ايش بتقول? بتقول انه انا باخد الجهاز ما بتلقاش تحديث. صح ولا لا? تمام. هنا الحل تبحث في هذا الفيديو. ايش يعني? في عندنا رومات معينة رومات معدل بحطونا اياها جوالاتنا وموبايلاتنا بنسبح لنا منروح. والجهاز لا بتلقى تحديث لا اللي هو نظام ولا بتلقى تحديث لمحدثة تطبيقات كمان النظام. فاليوم ان شاء الله في خلال الفيديو بدنا ناخد جهاز اللي هو الريدمي نوت 11. عارفين ان الريدمي هذا الجهاز اللي اجى منه جهاز. وهذا الجهاز اصبح بدون تحديث. واقف على التحديث اللي اشتروا منه الناس. وهذه الاجهزة وصلت عندي وشفتها. فبالتالي هذا الريدمي نوت 11. هذا ما بيطلقى تحديث. هو عطماش ونصه اندرويد 11. ولكن ما بيطلقى التحديث ولا بيقرب للتحديث. انسى الموضوع انه يجيله تحديث. هنحل له الآن. هنحاوله ونضبطه ونخليه يطلقى التحديث ويطلع له زين اللوز. هاي معنا الجهاز الريدمي نوت 11. اه النسخة اللي موجودة معنا وهي النسخة الصينية. طبعا ما في تحديثات. ما بتجي تحديثات. وهذه النسخة معدلة علشان عملية البيع والشراء. والجهاز بكون فاتح البوتلودر. خلينا نتأكد من فتح البوتلودر. كيف تتأكد بتعمل اعادة تشغيل. او رجيك الان اشي بيين. شايف القفل هذا. هذا القفل انه هو جهاز مفتوح البوتلودر. تمام يا باشا? وهذه نسخة النوت 11 الفورجي. هذه النسخة هي عبارة عن نفس جهاز الريدمي تن. الان ننتقل الى شاشة الكمبيوتر. ملاحظين هنا نزلت الروم. هذا الروم 12.5.19. هذا بينزل اللي هو الريدمي تن. الان بدي نزله على هادا الجهاز الان اللي عندنا. ملاحظين هنا مكتوب 12.5.19.0.RKU. الكاييو هادي يعني اسم الجهاز. وهنا نفس الشي اسم الجهاز اتلاقي اللي هو مكتوب كاييو. بس هنا النسخة الصينية المعدلة وهان الان بدنزل النسخة الام اي العالمية. الان الرابط هتلاقي في صندوق الوصف. طلع معي الان كيف نحل القصة هاي هادي النسخة ايش العالمية ويدي بالماوس على اليمين بعدين اليمين في عندنا هنا بنختار extract hair شايفينها؟ نقول اوكي ببلش الان يعمل عملية فك الضغط للروم للنسخة هال عشان اقدر انزل على الجهاز وهذا فك الضغط بياخد له خمس ست دقائق حطلق في صندوق الوصف رابط للبرنامج اللي على اللابتوب اللي بتاخد منه الرومات وهذا بتلاقي كل الرومات الان احنا بنشتخل على الكمبيوتر على نسخة الفاستبوت ملاحظين هايو فك الضغط شايف اللون الاصفر هاد هذا اللون الاصفر اللي انا معلم عليه هاده هو فك الضغط واللون اللي فوق هاد الالوان هاده مضغوط نيجي الان لو ضغط عليه ضغطين هتلاقي هاي تمام هيك ههو فتح او فك الضغط تمام التمام نرجع الان في عندنا بدنا نيجي لتطبيق الميفلاش هنفتح برنامج الميفلاش برضو الرابط طبعه في صندوق الوصف. هنفتحه. هيفتح معنا بالشكل هذا بعد من فك الضغط. ونيجي على شاومي فلاش. ضغطين او نقرتين بالماوس. يفتح معنا بالشكل هذا. ونيجي الان نمسح هذا اللي هو كان القديم من هذا التحديس. او يعني كنا نحدثنا عليه اشياء جاهز. وتشايف هادول التلات اللي تحت. هذا هيك ازا حدست وهذا هيك بيكون يسكر لك البوتلودر. انا ما بدي اسكر البوتلودر. ادخل البوتلودر مفتوح. اللي يعني تمسح كل شيء وخلي البوتلودر مفتوح. الان بدي اشبك الهاتف في التيب سي وصلة التيب سي المشبوكة في الموبايل وفي اللابتوك. طبعا قبل ما اشبك بروح بحول لايش الفاست بوت. الان تحويل للفاست بوت بالطريقة هذه. حتى لو كان مفتوح اللي هو اه زر خفض الصوت وزر الباور مع بعض. خفض الصوت والباور مع بعض. وهيو الان اضغط مع بعض عبما يدخلني لوضع الفاست بوت. وهيو دخلني لوضع الفاست بوت. ودي اشبك الوصلة تايب سي. الاحين شايفين هادي رفريش تحديث. عسان بدي انا اشوف ايوة. اعلم لي زيك يعني انه جهاز متصل في الكمبيوتر. الان بدي اعمل سيلكت اختار النسخة او النسخة اللي انا اعملت فكي ضغط لها. موجودة في الدي احنا حطناها. وهي الدي. وهي اتناش فاصل خمسة فاصل تسعتاش. هندور عليها الان هنلاقيها. احنا حطناها هيها في ال اي. ايوة في ال اي. اتناش فاصل خمسة فاصل تسعة عشر. انتك تتأكد من النسخة ايها. شايف هادي? شايف هادي? هادي اللي بدنا اياها. هادي اللي بدنا اياها. ماشي ماشي على اليمين هيكها. هادي النسخة اتناش فاصل خمسة فاصل تسعة عشر. وينها واحد? ايها. هادي كاي واي وهي هادي اللي انا بديها. انقر عليها زيك. لما تنقر عليها بعطيك شايف انت ايمجيس اذا اعطاك زك تمام تمام يعني الان احنا هنبلش نقول له موافق جهازك لازم يكون مشحون فوق الخمسين في المية ومفتوح البوتلودر بس بسم الله الان سيلكت نقول له انا رفريش وهنا فلاش هنقول له الان فلاش بسم الله عنا هنا لون الاخضر هذا بيطمن دغري اذا اذا هو اخضر انتهيك ان شاء الله في السليم هادا الطريقة احنا بنعمالها نحول الجهاز لنسخته الاصلية ليش؟ علشان يطلقى تحديثات النظام وتحديثات كمان التطبيقات ولكن النسخة اللي كانت عليه ما بتطلقى اي تحديث وهي عبارة عن النسخة الصينية المعدلة معدل فيها انه يكون فيها لغة عربية علشان التجارة بيعوا الاجئة بس هاي انتقل من الفاست بوت لا الريدمي نطلع على الشاشة الكمبيوتر شاشة الكمبيوتر معطي يعني خط هنا شايفين الخط المستطيل هذا علشان احنا بس عاملين نفتح البوتلودر يعني لو اغلقنا البوتلودر كان ما اجتت ما اجت يعني لكن ما في مشكلة ان شاء الله هاي الجهاز بلش يشتغل ونشوف الان ايش يوصل معنا شايفين اللوغو شاومي هذا اللوغو بطول يعني لو طول معك ما تجلق سيبه وروح اشرب شاي وارجع بتلاقي يخلص المهم ما تلعبش في اي حاجة لا تحرك سيلك ولا تحرك اي حاجة فلاش تعمل عمل يتفصل ويطفي الجهاز يربع لك هايو خلص وكتب اتناعش ونصف وهايو نجرب الان نفتحه ونشوف وين وصل واهلا وسهلا بالغالي وهيو الغالي يا غالي الان اصبح على معاش خمسة تسعة عشر هايو ملاحظين انه خلص الان تحديسه هيك رسمية باشا خلص وريد ميتين اسمه ريد ميتين الفين واثنين وعشرين مسمينه ومية وثمانية وعشرين والاندرويد اندرويد اتناعش وكمان هنحدث الاندرويد واثنعش الان اده جهاز اخد التحديس اللي هو اتناعش فاصل خمسة فاصل تسعة عشر هيك الجهاز الان بستقبل تحديسات وفيش اي مشكلة وهي محدث تطبيقات النظام الان نقدر نعمل هها تحديسات قبل ما كنا نقدر نجرب نقدر نعمل تحديسات الانوا قلنا تحديس الان هيعدة التحديس لانه خلص صار اصدار رسمي وهاتي التحديس والان هيعدة التحديس بإذن الله الموسيقى والأفئم جاهزة باشا جاهزة باشا وزي ما أنا حكيت لكم كل مشكلة ولها حل وهذه المشكلة اللي موجودة في هذا الهاتف وفي هواتف أخرى مش عقد هذا الهاتف حلها بالطريقة هذه كونوا معنا دايما لا تنسى الضغط على زر الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعلي جرس يا حبيب علشان يصلى كل جديد ونلتقل في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام